نقل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية تحيات جلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء إلى أخيهم فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة وتمنياتهم له بمنفور الصحة والعافية ولليمن وشعبه الشقيق الأمن والتنمية جاء ذلك خلال استقبال فخامة الرئيس اليمني لمعالي وزير الخارجية على هامش الدورة السبعين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك حيث رحب معالي وزير الخارجية بدعوة الرئيس اليمني الطرف الإنقلابية لإلقاء وتسليم السلاح والجلوس إلى طاولة الحوار والإفتاح على كافة جهود الحل السياسية التي يسعى إليها المجتمع الدولي وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216 بنية صادقة ومخلصة وقال معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة إن التزام مملكة البحرين بمشاركة الأشقاء في التحالف العربي للدفاع عن الشرعية في اليمن هو موقف مبدئي وراسخ وجاء تلبية لطلب من فخامة الرئيس الشرعي للجمهورية اليمنية معربا عن ارتياحه لما تحقق من نتائج استراتيجية مهمة من بينها صد الانقلاب على الشرعية والحد من التدخل الخارجي في اليمن مؤكدا على أن المملكة ستظل بلتزمة بمشاركتها في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ومستمرة في المساهمة في كافة الجهود الإنسانية الرامية إلى تخفيف معاناة الشعب اليمني حتى يتم تمكين الحكومة الشرعية من أداء مهامها في بسط الأمن وترسيخ الاستقرار في جميع أنحاء البلاد وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في التنمية والتقدم من جانبه كلف الرئيس عبد الربو منصور هادي معالي وزير الخارجية بنقل تحياته إلى القيادة الحكيمة لمملكة البحرين وخالص تعازيه ومؤساته باستشهاد عدد من جنود مملكة البحرين أثناء مشاركتهم في التحالف العربي مؤكدا تقدير واعتزاز اليمن لما تقدمه مملكة البحرين من جهود خيرة وتضحيات نبيلة لن ينساها الشعب اليمني وهو ما يعكس عمق وقوة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين اشتركوا في القناة